وزارة التماثل وفيها نسم أعاده وعاد القضية وعاد الكرامة ورقع وشارك السنة حكومة رائية حكومة رائية الكرامة رائية كرامة رائية فكيف يعقل لفئة الممرضين أن تظل تزاول في مجال أو في قطع هو حساس بالدرجة الأولى صحة المواطن أن تشتغل هذه الفئة بدون هيئة تؤثرها لأن هذه الهيئة لها دور كبير في تخليق هذه المهنة ومنع الدخل من الولوج إلى هذه المهنة وبالتالي حماية صحة المواطن كذلك اليوم الممرض المغربي جاء ليحتج عن مجموعة من الحقوق المهدومة فمثلا هناك حيف كبير يعاني الممرض المغربي في شروط ترقي فكيف يعقل أن الممرض المغربي اليوم يحتاج إلى 14 سنة لكي يترقى في درجة واحدة بينما هناك فئات أخرى في 12 سنة تترقى ثلاث درجة فهل نتسأل هنا هل الممرض المغربي يقدم خدمات أقل أهمية أو تافية من الخدمات التي يقدمها باقية موظفة الوظيفة العمومية كذلك يعاني الممرض المغربي من حيف كبير في التعويض على الخطر المهني وكما هو معلوم بالضرورة فالممرض هو المهني الأكثر التساقا بالخطر المهني يعاني الخطر المهني داخل المستشفيات وكذلك خارج المستشفيات في مسألة النقل الصحي التي حصدت ضحايا من الممرضين وبالتالي فمسألة الإنصاف في التعويض عن الخطر المهني هي ضرورة ومطلب مهم بالنسبة لفئة الممرضين كذلك هناك أيضا إقصاء للممرضين دوي السنتين من الترقية وهذا حيف في فئة التي ضحت الشيء الكثير وقدمت الشيء الكثير للمنظومة الصحية من المغربي اليوم جاءت أيضا لتعلن تضامنها مع الممرضة ضحية الفراغ القانوني الممرضة مريم بكار فالممرض المغربي يعاني أو يشغل في ظل فراغ قانوني لا يعرف ما له وما عليه وبالتالي فشل المنظومة الصحية تحمله هو وهنا تأتي المتابعات القضائية في ظل عدم أو غياب وجود قضاء مختصلي مثل هذه القضايا فلا يعقل أنه يتابع الممرض المغربي في ظل القانون الجنائي وهذا من الحيف سماع وزيد سماع سماع وزيد سماع سماع وزيد سماع سماع وزيد سماع سماع وعلى حقه حتى يرزا وعلى حقه وعلى حقه لا يرزا لا يرزا اشتركوا في القناة